رسولنا صلى الله عليه وسلم كأننا نراه إذا تحدثنا عنه وإذا تناولنا شيئا من سيرته فكأننا نراه صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع لنا عليه الصلاة والسلام ولأمته يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فمن أراد الله وأراد الدار الآخرة وأراد أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى فعليه أن يرجع إلى هذا النبي العظيم من شرح الله به الصدور وأنار الله به العقول فأحيى الله به أعينا عمياء وآذانا صمى وقلوبا غلفا حتى قال القائل بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم فكنا أكرم الأمم لأن خاتم الأنبياء وخير الأولياء وأبر الأصفياء من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك هو رسول الهدى صلى الله عليه وآله شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة